فقد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيسي اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة الى عرض تفصيلي من اللواء اركان حرب محمد عبد الفتاح مدير ادارة المركبات والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات واوجه التعاون مع الادارات التخصصية كما تفقد عددا من خطوط الانتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع وانقل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال ادارة المركبات متنيا على الاداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة ويعد مجمع الصناعات الهندسية من اهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وامكاناتها القتالية والفنية وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها اشتركوا في القناة